أفادت مصادر إعلامية أن دبابات أبرامز الجديدة التي حصل عليها الجيش المغربي مؤخرا تم نقلها إلى الجزء الجنوبي من البلاد بصحراء المغربية باستخدام شاحنات عسكرية وتم الحصول على هذه الدبابات المتقدمة والتي تسمى أبرامز M1A2 من الولايات المتحدة الأمريكية ويواصل أسطول دبابات أبرامز الأمريكية شهيرا نموه بالمغرب وسيتم إضافة هذه الدبابات إلى الأسطول العسكر للقوة المسلحة الملكية المغربية بصحراء وتسلمت المملكة مؤخرا الدفع الأخير من هذه المركبات المدرعة ذات التقنية العالية والمزودة بتقنية اللايزر وقد تم شحنها في قطارات من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليل الماضية وأبرام المغرب هذه الصفقة لتعزيز قدرته العسكرية وحماية حدوده البرية من الهجمات المحتملة خاصة مع تواجد الجماعات الانفصالية الإرهابية في المناطق الساحلية والصحراوية وبالإضافة إلى دبابات أبرامز أبرام المغرب أيضا صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على 500 مركبة مدرعة من طراز برادلي مجانا وترافق هذه المركبات دبابات أبرامز في جميع العمليات العسكرية للجيش الأمريكي وتندرج هذه الصفقة من برنامج المقالات الدفاعية الزائدة وتعرف مدرعات برادلي الشعيرة التي ترافق دبابات أبرامز المملكة للمغرب أو تعرف بقدرتها على تحمل الظروف القتالي القاسية وتوفير حماية فعالة للطاقم والمشاة الموجودين على مثل هذه العربات وإنها واحدة من الأنظمة المدرع الرئيسية التي تستخدمها القوات الأمريكية وتستخدم أيضا في مجموعة واسعة من المهام العسكرية وتم نقل دبابات الأبرامز المغربية الجديدة التي حصل عليها الجيش المغربي إلى جنوب المملكة بالصحراء عبر شاحنة عسكرية مكلفة بهذا الغرض ويتعلق الأمر بالدبابات المتطورة من براز M1A2CV3 والتي حصل عليها الجيش المغربي من القوات الأمريكية وشهدت تلك الدبابات وهي محمولة على ضار شاحنة عسكرية ضخمة وهي متجهة نحو جنوب المملكة بالصحراء المغربية وقالت مصادر إعلامية أنه يستمر توفض أسطول دبابات أبرامز الأمريكي الشعيرة إلى جنوب المغرب والذي سينضافه إلى الأسطول الحربي للقوات المغربية وقد تسلم المغرب الدفع الأخير من هذه المدرعات المقاتلة الحربية وهي دفعة العالية التقنية ومزودة بتقنية الليزر وقد بدأ شحنها في قطارات بولاية كاليفورنيا الأمريكية وذلك خلال الأسابيع القليل الماضية نحو الأراضي الصحراوية المغربية ويذكر أن المملكة المغربية قد أبرمت صفقة أمريكية تقضي بتسليمها 500 آل عسكرية جديدة وأيضا هي مركبات سترافق دبابات أبرامز والتي تمتلكها القوات أو بالأحرى البلاد في كل العمليات الحربية للجيش الأمريكي وتندرج هذه الصفقة العسكرية ضمن برنامج المواد الدفاعية الزائدة وحسب ذات المصادر فسترافق مدرعات برادلي الشهيرة دبابات أبرامز الجديدة المغربية والتي بات الجيش المغربي يمتلكها أيضا في كل العمليات الحربية وتتميز عربة برادلي بقدرتها على تحمل الأجواء القتالية القاسية وتوفير حماية فعالة للطاقم وللقوات المشاة على متنها وتعتبر واحدة من الأنظمة المدرعة الرئيسية للجيش الأمريكي وتستخدم في مجموعة واسعة من المهام العسكرية أجدنا بالذكر أيضا أن المغرب أو الجيش المغربي يمتلك أيضا النسخة الأولى من أبرامز M1A1 والتي توجد في الخطوط الأمامية للجيش المغربي في أي معركة ميدانية لما لها من أدوار قتالية حاسبة حيث تشكل درعا يحمي باقي الفيالق العسكرية في ساحة القتال ويتوفر المغرب على أنواع كثيرة من الدبابات لكن تبقى الدبابات الأمريكية من طراز الأبرامز هي الأكثر استعمالا وشعرها داخل القوة المسلحة المغربية ويملك المغرب ما يفوق 127 دباب على الأقل من 200 دباب من طراز أبرامز M1A1 سمحت الولايات المتحدة ببيعها للقوة المغربية وتمثل المملكة حليفا استراتيجيا وصديقا للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في المجال العسكري ويظهر هذا جليا في طبيعة الإسلحة أو الأسلحة والمعدات التي تمتلكها القوات المغربية والتي غالبيتها تأتي من السوق الأمريكية نشكركم على حس اشتركوا في القناة